دكتور خالد قدي حضرتك شايف إنه حدث زي ده بيسهم فيه الترويج للسياحة المصرية وللحضارة المصرية وإنظهارها أمام العالم كله هو طبعاً هو جذب خلاص نحيك لو دخلت النهاردة على جوجل العالم كله بيتكلم عليه وإحنا كمان اشترينا مساحات إعلانية في الوطن العربي وفي البلاد الأجنبية أسئلية مصادرة للسياحة المصر بحيث نخش كل بيت إحنا هنتزاع هوى في كل دول العالم إن شاء الله بإذن الله ونتمنى بقى أن بعد الكوفيد ما تخلص وتسياحة تتحرك مفيش سياحة يجي مصر مش هيحيب يزور قاعة المميوات فقاعة المميوات بدل ما هي كانت معطوطة في قاعتين صغيرتين في مدحف التحرير حيتحطوا بطريقة عرض متطورة جداً جداً الحيطان كلها سودة كأنك في مقبرة في العالم الآخر المميوات جنبها التابوت بتاعها جنبها معلومات جنبها نتيجة السيتي سكان اللي اتعامل عليها لو كان عنده مميوات بطريقة معينة أو بمرض قاعة جبيرة جداً جداً وإن شاء الله يعني مدحف الحضارة هيكون إضافة كبيرة جداً استعداداً بإذن الله بقى للإضافة الأكبر وهي المدحف الكبير بإذن الله